أهلا بكم أخواتي إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة اليوم إن شاء الله حبيت نقدم لكم تشكيلة مملاحات في عجينة وحدة يجيوا أنيقين في الشكل انتحهم ويجيوا بنان في المداق انتحهم إذن أول حاجة لبنات رح نخدمه العجينة بالنسبة للعجينة هنا عندي 600 جرام انتع فيرينا رح نضيف لها 100 جرام انتع ثميد اللي يكون رطب لاحظوا بهذه الطريقة إذا يعني حبيت وغرب لها هديك الفيرينا انتعكم هنا في الوسط رح نحط مغرف كبيراً تا خميرة الخبز ومغرف كبيراً تا فكر هنا رح نتعاون فيها توريا ديليز اللي راني عندها هنا نصف مغرف كبيراً تا ملح ومغرف صغيراً تا خميرة الحلوة هنا حطيت بيضاء ومن هين توريا ديليز حطت ربع مغرف كبار متع زيت الزيتون رح نكتب لكم المقادر فيما بعد وهنا حطيت علبة متع يوغط ناتيغ يوغط طبيعي ومبعد هنا جبت الماء الدع فيه حطيت قبل في هديك الخميرة ومن بعد زيت حطيت في هديك اليوغط ناتيغ لانه بارض يعني باش ندفيه شوية وبديت نخلطها كبيراً وقص الأصابع ومن بعد نبدأ نلم بالماء الدافي كمية الماء الدافي تقريباً خدات لي ميتين وخمسين ميليلي لتر لانه العجينة اللي لازم تحصلوا لها لازم تكون عجينة طريعة اذا نضيف الماء تدريجياً واللم حتى نتحصل على القوام العجينة المطلوب من بعد نعجنها مليح كما قلت لكم اليوم هادو عندي في البيت إصلاحات فلهذا اني نصور في منزل طريا ديليز اذا نعجنها جيداً حتى نتحصل على هاد القوام من بعد ادهنت يديها شوية بالزيت ومن بعد حطيتها في وعاء حطوها في وعاء ونغطيوها حتى تخمر جيداً ويتضعف الحجم انتحها حبيت نقول شكراً للبنات اللي دخلوا عند الصورية واشتركوا عندها يعني يحبوا يعاونوها باش توصل للمئة الف مشترك وكذلك شكراً على الاراء والتعليقات الايجابية قناتها يعني صح تستاهل محتوىها جد قيم ومفيد ولهذا ننصح اي واحدة بيها في هادك الوقت اللي كانت يا لبنات العجينة تخمر رحت نحضر يعني الحشو تا واحدة من هادوك المملحات اللي هما خبيزات الشاورمة فحطيت هنايا اصدر نتع دجاج قطعتو الى قيطة حطيت لو كاري كوركم فلفل حمر هنايا توم بودرة وهادو عشاب بروفينس وحطيت هنا عصرة متاع نصف ليمونة وكمية من زيت الزيتون نخلط المكونات جيداً بالملعقة بهذا الطريقة بالنسبة للتتبيلة يعني انت عود ديروش حبيتو تقدرو تبلو بلا موتاقت اذا نغطيها ونخليها على جهة ونحضر الباقي هناك مرة كما تلاحظوا طريقة ديرتلي اللي غضي علي كتر خيرها كانت ديرتلي كوسكسي يعني في هادا لكوكوت راهي بطيب لاصوف انتاعو هنا ديرتلي شربة فريك صدقونية من ريحتها عرفتها باللي يعني ابنينا بزيف وديرتلي بوريك سيغار وهنا راهي من جهة خلافة تفتل هنا راهي مدتلي كوزينة وهي تختم في الكوزينة تحت تانية وهنا مدتلي كوزينة باش نختم فيها المملحات كما قد كم راهي تفتل في الكوسكسي وهنا كما قد كم قعدة نحضر في المكونات اللي نختم فيها هنا خليت هذيت مارينا هنا حضرت هذوك خدي ثلاث حبيتها في الفلح لو قطعتهم بهذاك الشكل هنا عندي هدف خوماس في خيطة بيكولو لباش نحطوه في المملحات وطماطم وخيار قطعتهم إذن هنا في المقلة هذوك اللي وجدت من قبل ومن هنا حطيت في المقلة دهنته بشوية تازيت وخديت كمية لحم مفروم وشكلتها دوائر بهذا الشكل ورح نقليها في هذا الزيت من الجهتين بهذا الطريقة إذا حبيتوا تجربوهم يعني تقدروا تستغنوا على لحم المفروم وديروا مثلا صدر انتات جاش ترحيوه وتحضروه دوائر بهذا الشكل وتقليوهم حتى يخدوا اللون ذاهبي إذن أنا نضغط هكا باش تخرج هذيك السوائل للداخل وبشي طيب لي بشكل أسرع لأنه عم بلكم هذي التحذيرات هي اللي حكمت لي الوقت بزاف ومبعد نحيت اللي زيكا شي هذوك حطيتهم على جيها وفي نفس هذيك الزيت يعني باش نستفيد من البنة نتاعو قليت هذيك أو هذيك اسكالوب وخليته حتى طاب وبدأي أخد لون ذاهبي ما حبيتش نخليه يحمر بزافش يعني ما يبسش ومبعد فرقته في هذي الوعاء كيف كيف في نفس هذيك الزيت الثاني حطيت هذي الفلفل حلو أنا استعملت ثلاثة ألوان من كله وندرت واحد يعني حبة فلفل حمر حبة فلفل برتقالي وحبة فلفل خضر وخليتهم إي طيبو هنا شوفوا العجينة يعني بعد ما انتفخت وخمرت يعني بشكل جيد جدا الآن رح نبدأ نشكلها هنا في سطح العامل هبطت هذيك العجينة بهذه الطريقة ودرتها بهذا الشكل ورح نقسمها إلى خمسة أجزاء لأنه أنا رح ندير خمسة متع أنواع متع المملحات أنا درتها كيك برك يعني وهيت برك كيما نقوله من بعد كورتهم برك أبين بهذا الشكل قلت لكم هما هم سهلين برك فيهم مراحل هنا ثورية توجو غايتعاون فيها لاحظوا ونبدأو ناخدو بالوحدة يعني هذوك الرابعة حطيتهم على جيهة وغطيتهم بش ما ينشفوش اللولة بديت نخدم في الخبز نتاع الميني برغر رح نوزن كوريات للوزن انتحها 30 أجرام لأنه كما قلتكم هادو ميني يعني ميني مملاحات إذن هنا نشكل الكوريات انتال برغر بهذا الطريقة وكنتم وجدت صينيات حدايا اللي رح نطيب فيهم كوفريتهم كامل بورق الطبخ إذن هنا هذيك اللاجينة جابت لي 8 حبات انتال برغر حطيتهم على جيهة ورحت نحضر الشكل الثاني كيف كيف نوزن كوريات اللي الوزن انتحهم 30 قرام بعد أولا رح نشكلهم كوريات كما هك ومبعد نبدأ ندلهم بهذا الطريقة على شكل بودا صغير ندرهم هكا بيدي هكا ومبعد نترحم حاجة خفيفة بهذا الشكل ومبعد نحطهم في الصينية ونكملهم كامل هنا مبعد ما طاب الفلفل حلو نحيت نصف الكمية منه يا لبنات حطيتها اللي جيها والكمية الباقية درت لها زوج حبات الطماطم الصغار رابيتهم اللي ديروا حبة متوسطة الحجم تكون حمراء درت لها الملح وبالمناسبة لبنات أنا نسيت الملح في الأماغيناد انتا اسكالوب انتو ما ما تنسواهش هنا يا لبنات نخليهم يتقلوا جيدا نخلي ديك طماطم تقلم ليه حتى تنشفهم بعد خديت علبة انتا طن طبيعي يعني هنا بدون زيت بدون طماطم فرقتوا من هداك الماء اللي كان فيه وضفتوا لهذا يعني الخليط انتا اللي رح ندير به ميني بيزا بعد ما طيبتوا نفرغوا يعني هنا ونخليها لجيها ومبعد هنا يا لبنات هذا الجزء الثالث انتا العجينة طرحتوا شوية رقيق بهذا الشكل واخديت امبورت بيزا على شكل دائري خيارت صغيرة مش صغيرة خلاه جدا لي فوقها شوية اها هي وراح نطبع دوائر بهذا الشكل ونحطهم كيف كيف في هديك الثانية اللي فيها ورق الطبخ لما نطبعهم كامل شو هديك العجينة اللي نحيناها لمها يعني ديروها بك شوية عدلوها شوية بيديكم غطيوها بورق فيلم وخلوها لجيها ترتاح ومبعد زيدوا طرحوها وزيدوا شكلوا دوائر هنا يا لبنات اخذت صفار البيض فقط انا درت زوجة صفار البيض لانو عندي كمية مليحة من المملحات اللي راح ندهنها على الوجه انتحا هنا دهنت هادو لي ميني بيرجر احنا كمارك متلاحضوا راهم خمرو ضعف الحجم انتحهم شوية ولما نطيبوهم راح يزيدوا يخمرو هنا راح نحط على الوجه انتحهم غيرين دو بافو بدور الخشخاص اما هادوك الخبيثات راح ندل لهم الزلزلين والفور حطيتو يصخن على ميتين وعشرين درجة لما يصخن جيدا ندخلو ندخل صينيا للفرن لما نشوفهم حمارو من تحت نشعل عليهم بياخدو لون ذهبي من الفوق اهنا هادا الجزء الرابع كما راكم تلاحضو حليته حتى هو بصمك يكون شوية متوسط بهذا الطريقة واخديت لانبورتو بياز هادى اللي تكون اكبر من تالبيتزا يعني بدرجة ورح نطبع دوائر بهذا الشكل كيف كيف لاجهنا هادى كالزايدة الناحيان نخليها تريح شوية ونزيد نطبعها بعد يالي بنتشوفوش راح ندير راح نطويها هكا على ذوش على الشكل هلال بهذا الطريقة كي مشتو يعني المملاحات هادو سهلين بزيف برك 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 يحكمو ليد برك بطريقة تحضير المتاحهم سهلة اهنا كي مشتو دهنتهم بصفر البيض هادى كا صغيرة ولكن ما حشيت هاش خليتها هكا خوب زيزتها برك زيادة ودرت لهم الجلجلين لما يطيبوا يعني لما طيب هاديك المملحات اللولا الهومبورجر او البرجر راح نزيد ندخل هادو شوفو بنات انا قاد ندير في الكونافة او تلقاوها في القناة ان شاء الله في الايام القادمة ان شاء الله وهاني مع سارة هي من جهة المملحات وانا من جهة القاتو وهدي هي وعجبنا لجوني مع بعدانا ان شاء الله يعجبكم الفيديو تالي يوم هنا نبدو في الفينيسيون في اكتر حاجة نحبها انا هنا ها هما الخبيثات والميني برغر نبدو بالميني برغر قسمتو لزوج كما راكمت لحتو شوفو كفاش جا خفيف فوجة يعني طايب بشكل جيد هنا انا راح نديرو هاد الجبن الطازج الممزوش بالسلطة انتا بيكلو جبن هايل يعني كما نقولو فخوماجة طاقتيني تقدرو تديروه كما هاكا ولا في خبز الطوست تاكلوها كاك افخي يعني بلا ما بلا ما تديرو بيها اي وصفة تاكلوها كاك بك لانو كما قد كما مزوش بالسلطة ادهنت القاعدة بيه انتا الخبز البرغر حطيت الزلطة بعد ما نقيتها وغسلتها حطيت دائرة متاع لحم مفروم وحطيت دائرة متاع طماطم وحطيت هاداك جبن الصونويتش هنا جبت هادا الخيط خيط الخيشة او تلقاوه عند خالد يتبع كما هكا كوبة ناخد طرف من هاداك الخيط نقصه بهذا الشكل وندير بيه او نقفل بيه نسير يبيه البرغر بها هكا ميطيحوش هادوك المكونات للداخل ولا اذا متوفرش عندكم ديرو لي بيك عادي اذا نشوفو كيفاش يجي روعة يعني شكلو انيق جدا ومبعد هنا يجيت هادوك هادوك الخبزات لميني الصونويتش انت الشاورمة انا هنا درت لهم هادو الصف الجغيان ودرت لهم كمية من هادوك الشاورمة بهذا الشكل هادوك فش راح نغلقهم راح نجيب حبة زيتون اخضر وناخد هادا البيك ونضغط بهذا الشكل وهذا هو شكلهم العجينة الخامسة يا لبنات كنت طبعتها حتى هي دوائر ولكن درت الصمك تحوم متوسط شوية خليتهم يخمروا يعني اعطيتهم الوقت الكافي ورح نطيبهم في المقلة حتى ياخدوا اللون ذهبي هادو تعميني بطبط هما لبنات مرحش ينتفخوا لانه فيهم يوقت طبيعي فيهم بيض يعني مش كما العجينة العادية ينتحهم لكن القوام من تحهم يجي تريع العجينة يعني العادية ويجي اخف من العجينة العادية هنا نحمرهم وخليهم على جهة يبردوا هنا هادو ليشوصون كيفش ندلهم هما لما يطيبوا رح يلسقوا بهذا الشكل رح بالسكين نقصهم هكا ورح ندلهم شرائح متى طماطم مقصوصين يكونوا بهذا الشكل ويكونوا شوية رقاق وهنا عندي كاشير بضوق اللحم كنت لقاوه هدك يعني اللي جاي اصلا يعني يتباع مقصوص رح يكون احسن بس كويجي رقيق انا يعني شريط العادي وقصيتوا برك بالسكين بهذا الشكل من هكا ومبعد هنا تقدروا تحطوا معهم ترفقهم باللا مايونيز كيما حبيت هنا درت هكا كبرك ومبعد خديت كيف كيف حبنتها زيتون وحكمتهم بهذا البيك يعني بش يبقاوا حاكمين في بعداهم هادا بالنسبة للجزء او للنوع الثالث البيت زي اللي بنات تقبتها بالفرشيطة ودخلتها الطابط نص الضياب كيما اشتو خدت شوية برك لو اندها بي ملتحت ومبعد خديت هاديك تلفلفل حلو هاداك الخاليط تلفلفل حلو والطن والطماطم وعمرتهم بهذا الشكل يعني تكون بيزا مختلفة شوية ومبعد حطيت لهم الجبن الاحمر المفروم ومبعد خديت زيتون اخضر ورح ندخلهم يكملوا الطياب في الفرن من تحت على 180 درجة من تحتهم الفوق عفن ومبعد هنه رح نخلط خاليط البطبوط كنت قلت لكم خديت نصف الخاليط انتع فلفل حلو هاداك زيت له زوج بيضات بهالطريقة زيت له خمسة مغارف انتع مايز بعد ما شللتهم يعني تحت العين من هديك المواد الحافظة اللي كانوا فيها وخديت هاداك الجبن الاحمر المبشور اللي بقالي والميت الخاليط بالمايوناز وعمرت هاداك الميني بطبوط بعد ما طابوا برد يعني والله لقيت رحتي وانا نصور عند زورية عند هكام الماطقية اللي نحتاجه ومشاء الله الحاجة اللي نقول لها مدهالي نلقاها الحاجة اللي نحوص عليها نلقاها رح ان شاء الله هنزيل نصوركم بزي فيديوهات لطن لي برك تفضل خدمة في داري اذا احنا نشوفو كيفاش عمرت البطبوط حطيت كما قلت لكم ورقة انتا سلاطة وحطيت مغرف انتا هاداك الخاليط وها هي النتيجة انتا حوم كامل يعني بعد ما انستاليتهم كامل في البلاتو كما شفتوا هادا الميني برغر هادو للساندويت ميني ساندويت شاورما هادو الميني ساندويت بالاخيار والطماطمة والكاشير هادو يا لبنات الميني بيتزا بعد ما كملتها طابت هادا الميني بطبوط جا خفيف ما شاء الله والان شوفوا معا بعدانا يعني رأيي طريا ديليس في هاد المملحات شوفوا بنات الله يبارك ما اقول كمش يعني بس حيتعبتها جغني كاملة وهي حكمتها دوكنو اللي وهادو انت عشابي نشكر قدامك ما طريا ديليس يعني شكرك بالليها كما راكم طلحتوا كما عندي اصلاحات في المنزل وراني نتصور عندها حكا بس ما نغيبش عليكم يعيش يعيشك حبيبتي اذا هذا هو الفيديو نتاني يوم شوفوا في صينية كبيرة مع بعضهم يعني شوفوا التشكيلة كاملة في صينية واحدة اذا شوفوا لما حطيتهم في صينية واحدة شوفوا التشكيلة كيف جت ما شاء الله تشكيلة اللي تقدروا تدروها في مناثبتكم في رندن تقدروا تدروها يعني في ايامكم العادية حاجة هيلة برك 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 تحكم اليد يعني فيها مراحل هذا مكان واذا حبيتوا يعني تدرو نوع واحد استعملوا هذيك العجينة ناجحة مئة بالمئة هذا هو الفيديو نتاني تعلق اليوم شاء الله يكون الاعجابكم ومريضاكم لا تنسوا تشتركوا عن طريا ديليس بس نوصلها للمئة الف مشترك ونتلقوا في فيديو لاحق مع السلامة شكرا شكرا ensitive